هاي هاي يا حلوين يا رب تكونوا بخير وارجعنا لكم تاني مع مرمر لايف ستايل النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللي انا بحبها جدا هنعمل مع بعض نجريسكو الدجاج هنعمله احسن من المطاعد وهقولك على سر السوس ازاي يطلع ماكي كريمي وماقولكيش طعمه هيطلع جميل ازاي هي حاجة كده زي المكرونة البشاميل بس مكان اللحمة هنحط فراغ هنحط مع الفراغ خضار كده بخلطة ماقولكيش هتبقى مميز ازاي وطعمه حلو اوي وما كان المكرونة البني هنحط مكرونة سباكاتي كل الاكلة دي هتاخد بالزبط في تحضيرها عشرين ديئة وهتاكلي اكلها ماقولكيش ازاي جميلة ومميزة جربوها انا متأكدة ان كنتو هتعملوها على طول طعمها هيكون احلى من المطاعم وبسيطة جدا ويلا بينا نبتدي بس قبل ما نبتدي لما كنتش اشتركت في القناة ايه ويتنسيت الشركة في القناة واتفعالي الجرد عشان يوصل بكل جديد ويلا بينا نبتدي النيجرسكو بتاعنا اول حاجة هنعملها هو تدبيلة الفراغ بتاعتنا انا جبت هنا صدور فراغ 750 جرام قطع طعم بالحجم اللي انتو شايفينه ده بعد كده ابتديت احط التوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن فاص طوم مبشور معلقة كبيرة شيلي سوس معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة فلفل اسود معلقة كبيرة زيت زكول اللي بتهم حلو جدا مع صدور الفراغ بتاعتي اللي احنا مقطعينا واسبناهم في الخلطة دي الموتت ساعتين او ثلاث ساعات على قد ما تقدر اسيبها وقت طويل عشان صدور الفراغ بتاعتك تتشرب من التدبيلة هنجيب حلة ونحط فيها مية ونحطها على البتجاز لما المية بتاعتنا تبتدي تغلي هنروح منازلين عليها معلقة ملحة وهنروح جايبيه المكارونا بتاعتنا ونحطها في المية انا هنا استخدمت مكارونا سباكيبتي 500 جرام احنا عوزين المكارونا بتاعتنا ما تبقاش سوى كامل عوزين توصل ل3 ربع سوى لان احنا لسه نحطها تاني في الفورن 20 ديئة فاحنا عوزينها تبقى متماسكة يعني بالزبط لما توصل ل3 ربع سوى هتروح يطفي عليها بعدما المكارونا بتاعتنا وصل ل3 ربع سوى طفينا عليها وصفيناه من المية حلو جدا وسبناها على جنب ويلا بينا نسوي الفراغ بتاعتنا في الوقت اللي كانت المقارونة بتاعتنا بتتسلق ابتدت احضر الخضار بتاع النجريسكو اللي هو عبارة عن فلفل الوان الفلفل الوان اللي موجودة عندك ممكن تستخدمي انا كان عندي اصفر واحمر وكمان قطعت بصلايا كبيرة سلايز زي ما انتوا شايفين ايا كانت بصلا كبيرة اوي او بصلتين صغيرين وعلشان انا حبا نجريسكو بتاعي يبقى سبيسي روح تجيبت اتنين فلفل حامي وقطعتهم قطع صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين الخلطة دي ممكن تضيفي لها الماشروم ممكن كمان تضيفي لها الزيتون انا مش بحب الزيتون اوي بس الماشروم ما كانش متوفر عندي في اليوم ده فما حطيتش ماشروم بس لو حطيتي ماشروم هيبقى حلو جدا بردو جبنا التاصة على البتجاز ونزلنا فيها معلقتين زبدة وعدنا نقلب في الفراخ بتاعتنا لغاية ما ببادئت تدخل في السور بعد كن رحنا جبنا الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض الفلفل الوان والبصل ولو عندك ماشروم هيبقى حلو جدا ولو حبها نهيته بقى سبايس هنحط فلفل حار قلتنا كل الخضار ده مع ميكس الفراخ لغاية ما ابتدى تقريبا ندخل في السور هنسيبهم بقى يستوهم مع بعض وفي الوقت ده نعمل اخر حاجة وهي البشاميل احنا عملنا قبل كده مع بعض البشاميل وزي ما اتفقنا ان احنا بنحط كميات متساوية من الزبدة والدي انا هنا حطيت خمس معلق زبدة لما ساحت خاص نزلت عليهم الدي اللي بتوم حلو جدا وبتديت انزل الحليب الحليب برضو تقريبا في حدود خمس كبايات بس انا مش بنزل الحليب كل مرة واحدة بنزله التدريج يعني كل لما حس ان انا بقلب كده وحس ان انا محتاجة زود ازود الحليب انا هنا تقريبا استخدمت في حدود خمس كبايات لغاية ما وصلت للقوام الكريمة اللي انتوا شايفينه بعد كده نبتد نحط توابل بتاعتنا التوابل مجرد ملح وفلفل قبل انا ممكن تحطي برضو فلفل اسود لو ما عندكيش فلفل قبل حطيت معلقة ملح وفي الوقت ده ممكن تدوية لو حسيت ان انت محتاجة تزودي زودي وحطيت برضو معلقة صغيرة فلفل قبل اتقلب فيهم لغاية ما وصلنا للقوام اللي انت شايفينه بعد كده ابتديت اخط جبنة كريمية حطيت تقريبا معلقتين كبار جبنة كريمية فيه ناس بتحط كريم الطبق ممكن تخط كريم الطبق وممكن كمان تخط زبدة لو حطيتي كريم الطبق ويبقى هتقلل الحليب شوية هتقعد يتقليب لغاية ما توصل للقوام الكريم اللي انت شايفاك كده كده احنا خلصنا كل حاجة سلقنا المقارونا حضرنا الفراغ وعملنا البشاميل بتاعنا يلا بينا نرس السنية جبنا السنية بتاعتنا كان مقاسة 35 في 25 كان نوحة بايركس البايركس بيبقى حلو جدا في التعديم لو انت عاملة مقارونا بشاميل او عاملة نجريسكو اول حاجة عملناها عملنا راشة بسيطة كده زيت بعد كده حطينا معلاتين كبار بشاميل وروحنا خدنا نصف كمية المقارونا اللي احنا كنا سلقنا حطناها في السنية بعد كده حطينا برض نصف كمية البشاميل الفضلة فوق البشاميل نزلنا ميكس الفراغ بالخضار انا بحب ميكس الخضار والفراغ بيبقى كتير كده لما بيبقى كتير في النجريسكو بيبقى دي جميل فوق الفراح روح نحطينا حبة كده جبنة شيدر او جبنة برمجان الموجودة عندك في البيت. اي نوع جبنة ممكن تخطيه. فوق الجبنة روح نحطينا بقية كمية المكارونة اللي فضلة. وبعد كده حطينا بقية كمية البشاميل اللي كلها. واخر حاجة حطناها هي الجبنة الشيدر. وده منظر السينية بتاعتنا قبل ما ندخلها الفرن. قدي منظرها حيو جدا. كل الحاجات دي تقريبا مستوية فاحنا مش هنحطها وتطويل في الفرن. هي بالزبط هتاخد في الفرن عشرين دي ايه لغاية ما لجبنا الشيدر بتاعتنا تسيح. وتاخد لون جلدي كده. وهنطلحها من الفرن. حطناها في الفرن في الراف الوسطاني. تقريبا خدت بالزبط عشرين دي ايه. بعد عشرين دي ايه فرقت على شكلها ازاي. بعد عشرين دي ايه طلعنا النجرسكو بتاعنا من الفرن. وكانت واخدها الشكل الجلدي II للي انت شايفها ده. لو النجرسكو بتاعك ماخدش اللون الجلدي الجميل ده ممكن تفتحي عليها الشوية بالزبط 3 دقايق لغاية ما تاخد اللون ده. إحنا مش محتاجين ييسيب النجرسكو بتاعنا في الفرن اكتر من عشرين دي ايه لان هو hab 생각ى ده كل ما مستوي. إحنا بس هطناه في الفرن عشان الجبنة تسيح وتاخد اللون الجلدي الجميل ده. كده هي جاهزة عالتأديم. روح تجب بعدو نسفرش وقطعته قطعة صغيرة وحطيته عطوه. ومسكت السكينة بتاعته قطعة نجريسكو وهو ده شكلها. كانت كل حاجة صايحة كده. الجبنة صايحة والبشاميل السايح والمقارونة سخنة جدا. وما اقول لكيش قد ايه منظرها. كانت فعلا حلوة جدا. كانت طعمها حلوة قوي ومميز جدا. ممكن تكلية وهي سخنة كده. احنا كلنا وهي سخنة بالمنظر ده. بس انا برضو سيبتلك قطعة بشاميل كده صغيرة او كطعة نجريسكو عشان تشوفي شكلها لما بتبرد بتبقى ازاي. ممكن تقدميها سخنة او تقدميها برده. في الاخر طعم نجريسكو ده مميز جدا. هتاكلي احلى نجريسكو. احلى من اي مطعم ممكن تروحيه وتطلبي في نجريسكو. طعم مميز وشكلها فعلا مميز جدا جربيها. ولو عجباتك هو هتنسي تشتركي في القناة واتفعلي الجرس عشان اوصل بكل جديد. واشوفيك مرة تانية مع حاجة جديدة ويلا باي باي.